يجب على المسلم أن يهتم ويحرص على الصلاة لأن شأنها ومكانتها عظيمة عند الله عز وجل وعليه أن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له ويتبرأ مما سواه ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق وما سواه هو الباطل يقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فالصلاة هي ثاني ركن من أركان الإسلام فهي التي تل الشهادتين وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين فمن حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فقد ضيع دينه أهمية صلاة الفجر قرب من الله صلاة الفجر تعزز العلاقة بين المسلم وربه وتجعله أقرب إلى الله بفضل تضرعه في أوقات السكون الصباحي حماية ونور تعتبر صلاة الفجر حماية للمسلم في يومه وتمنحه نوراً روحياً يساعده على مواجهة تحديات الحياة التأمل والتأهب تساعد صلاة الفجر على التأمل في معاني الحياة والتحضير النفسي لبداية يوم جديد مما يعزز الاستعداد النفسي والروحي لمواجهة التحديات التقوى والتواضع تظهر صلاة الفجر التواضع والخضوع أمام الله وتعلم المسلم أهمية الاعتراف بضعفه واحتياجه إلى الله الأسباب والتوجيهات لأداء صلاة الفجر الحفاظ على الصلاة في أوقاتها يجب على المسلم الحفاظ على أداء صلاة الفجر في وقتها المحدد وعدم التساهل في تأخيرها أو إهمالها التأهب للنهوض ينبغي على المسلم استعداد نفسه للنهوض وأداء صلاة الفجر بحسن نية واستعداد كامل للقاء الله المحافظة على الأذكار والعبادات الأخرى تعزز صلاة الفجر المسلم في محافظته على الأذكار وأداء العبادات الأخرى مما يعزز دوره الروحي والديني في المجتمع يعتبر اهتمام المسلم بصلاة الفجر بمثابة اتصال دائم مع الله وفرصة لتعزيز الإيمان والتقوى فهي ليست مجرد عبادة بل هي رباط يجمع بين العبد وخالقه في أوقات السكون والتأمل ترجمة نانسي قنقر